موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في عدد ثاني من برنامج فوت بلوس الخاص بكاني القابون 2017 في عدد اليوم سنتحدث عن المباراة الاولى للمنتخب الوطني امام زنبابوي اذا تعثر مخيب للمنتخب الوطني في اول مواجهة مواجهة سنناقشها رفقة المدرب زهير جلول اهلا بك زهير ومرحبا بك معنا اهلا بك وليد واهلا بمتتابعين الكرام شكرا لك زهير كما نستقبل المشاهدين الكرام الاعلامي حسين جناد اهلا بك حسين اهلا وسهلا وشكرا لكم على هذه الدعوة والتوفيق ان شاء الله شكرا لك اذا مشاهدين موضوعنا الرئيسي اليوم هو المنبارات المنتخب الوطني نتابع هذا التقرير ثم نواصل مبارات صعبة وصيناريو غير منتظر تماما ظهر به المنتخب الوطني الجزائري في اول خرج له في نهائية امم افريقيا بالقابون عشية اليوم بملعب فرانسفيل امام منتخب زنبابوي هذا المنافس الذي كان يقال انه مغمور لكنه كاد ان يفعلها ويخرج المحاربين بخفي حنين البداية كانت قوية من المنزخب الجزائري الذي تمكن من افتتاح مجال التهديف عن طريق رياد محرز الذي استغل تمريرا من زميله اسلام سليماني وبتسديد قوية وضعها في الشباكة هدف السبق للخضر فق منتخب زنبابوي الذي سرعان مرم بكل اثقاله في الهجوم وتمكن من استغلال هفوة في دفاع الخضر ليعدل النتيجة عن طريق المهاجم مهاشي بقذفة قوية بغت بها الحارس بولحي ضغط منتخب زنبابوي تواصل بعد تعديل النتيجة واستغل هذا المنتخب غياب الخبر لدى مختار بالخيذر ليدفعه لارتكاب خطأ مكلف اهدى بموجبه ركلة جزائر المنافسة هذه الركلة كانت متنفسة للزنبابويين الذين تمكنوا من قلب الطاول على الخضر وانهو الشوط الاول بتفوق معنوي خلال شوط المباراة الثاني حاول الخضر العودة في النتيجة مستغلين عودة المنافس للدفاع سعيا منه للحفاظ على النتيجة وبعد ضغط رهيب فرضه الخضر على مرمى الحارس مارشيل سادوندا تمكن القناص محرز من معادلة النتيجة بقدفة زاحفة عاد بها الامل المحاربين اذا اداء الخضر في اول ظهور بلكان لم يرقى لمساوى الكبار وانسرب شكل نفوس الانصار فهل سيستفيق سليماني وسودان يمام نصور قرطاج ويعيدون المنتخب الى سكة التأهل ومزحمة الكبار في العرس الكروي القري ببلد القابون كان هذا التقرير الخاص بالمنتخب الوطني زهر جلول تابعت المباراة اداء مخيب للمنتخب الوطني في اول مواجهة كيف شاهدت المباراة؟ والله المباراة في حدتها مباراة كانت متوسطة الاداء كان ما نقولوش كان في المستوى ولكن نقول هذا التعادل احنا اتفادينا امور كثيرة لاننا كنا قادرين نخسروا هذه المباراة ولا واحد كان يسنى في هذا كم يقول لك هذا السيناريو لانه تلعب مباراة اولى ضد فريق طموح فريق حب يبرز نفسه امام كان بمثابة المفاجأة لعناصر الوطنية يعطيك صحة حب يبرز نفسه امام فريق كم يقول لك كبير الفريق الجزائري باللعبين تاعوا بالنجوم تاعوا شفنا في الشوطر الاول خاصة من 25 دقيقة الاولى سيطرة تامة من ناحية الاداء حتى من ناحية الريتم الريتم تاع المباراة كان عالي جدا وشفنا الفريق تاع زنبابوي كان يضغط سجلنا هدف في الدقيقة 12 وان محرز كان بالتمريره من طرف سليماني هو عرف كيفاش يرى وعرف كيفاش يسجل اهداف مثلها سجل عنده اهداف في ليستر سيتي وعرف كيفاش يباغط الحارس ولكن شفنا ردة فعل قوية من طرف الزنبابويين وان 3 دقائق بعد الهدف تامة الاول سجلوا التعادل و10 دقائق من بعد سجلوا الهدف هذا وش يدل زهير يعني الفريق كان منهزم بسرعة عودوا له في المباراة هذا يدل ان الفريق تاع زنبابوي فريق لعب بدون مراكب نقص ضد فريق كبير ضد نجوم كبار مثل المحرس سليماني إبراهيمي كم يقول لك اللعبين كم يقول لك ونشطوا في في أوروبا وفريق تاع زنبابوي يدخل بقوة ويلعب أرمى بكل تقل تاعه خاصة في الشروط الأول ونشفنا الغياب تام كم يقول لك اللعبين تاعنا وحتى الكرة الجزائرية الكرة التمريرات الصغيرة ونعرف كيفاش ننصعدوا بالكرة ونلعبوا على الأطراف احنا خلينا مساحات كبيرة خلينا مساحات كبيرة للفريق الخصم ونعرف كم يقول لك الفريق تاع زنبابوي هو الجزائر والجزائر هو زنبابوي حتى المتخبت يعني ما عرفناش يعني ما عرفناش يعني كان يلعب كرات طويلة وكرات كم يقول لك في السماء وزنبابوي كان يحط الكرة في الأرض وحتى تسجل عليه الهدف الأول ما تقلقش لأن هذه الصفات المميزات تاع اللعبين الأفريقة ما يتقلقوش وخاصة عندما يكونوا في محيط ويقول في مجال وين تكون الرطوبة ويتكون الحرارة هما يعرفوا كيفاش يطلعوا الريتم يعرفوا كيفاش يحبتوه وشوفنا كيفاش سيروا هات الشوت الأول وين خلاص لي صالحهم باثنين مقابل هدف أنا نظن هات الشوت الأول كان في النسيان والفريق تاعنا في الشوت الثاني يعرف كيفاش يدارك الأمور اللي كان دار تغيير تاع مفتاح في مكان بالخيطر اللي كان ما نقولوش كان خارج الإطار ولكن كانوا لعبوا تنين لعبين كما يقول لك عندهم سرعة وعرفوا كيفاش يخترقوا سنتحدث يعني بعد قليل عن التشكيلة نشوفوا رأيه حسين شوت أول للنسيان يعني بصراحة حسين جناد وش ما مشاش في الشوت الأول والله يشف الشوت الأول منتخبنا ما عرفناش يعني صراحة يعني حتى كنا نتمنو يعني نتمنو باش اللو الوقت يمر بصرعة باش يعلن الحكم عن نهاية هذا الشوت لأنه صراحة يعني مددقية الأولى كنا شوفوا اللعبين التاعنا يلعبوا كورات طويلة ما كاش هذك اللعب اللي هبطوا الكورة ويلعبوا إن دو هذيك ضربة في الكورة كنا خايفين صح من الرطوبة من الرطوبة الحرارة واللعبين يعني كان نظهر عليهم بأنهم كانوا متأفرين انا يعني شوفت الكورة احنا كنا نستنو باش اللعبين تاعنا يسيروا المقابلة بطريقة ببطء باش ما يتعبوش ولكن شفتوا يعني في الدقيقة الثانية تاع المقابلة لما كان كانت فرصة السوداني وإنما كانت تمريرات تاعه ما كانتش ممشتش عن سليماني داروا هما يعني هجمة مرتدة وإن كانت يعني هجمة حتى اللعب سالة بخير حسين إذا تذكر يعني حتى قبل الدخول في نهاية كأس أمم إفريقيا كنا تحدثنا عن التحذير واليوم شوفنا اللعبين منهارين ما قدرواش يحملوا الرطوبة هل هو المشكل في تحذير المنتخب الوطني أنا ما نظن ش بلي كانوا منهارين يعني في الشوطة الأول صح ولكن الشوطة الثاني أنا نظن باللي منتخب زينبابوي هو اللي تأثر يعني بالمجهودات الكبار اللي بذلهم في الشوطة الأول إذا كم شفتوا يعني في الشوطة الأول منتخب زينبابوي كانوا يحبطوا الكورة مليح كانوا يطلعوا بصرعة ولكن في الشوطة الثاني ولكن لما تجيهم فرص ما يقدروش يطلعوا بكورة يعني شفناهم بلي هما تعبوا في الشوطة الثاني مقارنة منتخب تعنا لأن المنتخب تعنا كان يحاول باش يولي في النتيجة باش يعدل أول انتم ما يحاول يولي في النتيجة يعني هذيك اللعبين يعني بذلوا مجهود بذلوا مجهود حتى آخر دقيقة شكرا حسين إذن زهير نتحدث عن التشكيلة تشكيلة 11 لاعب اللي يخيرها جورج ليكانزو دخلت في منذ بداية المباراة ما رأيك يعني في التشكيلة؟ تشكيلة هي النساء اللي تكلمنا عليها في البلاتوة الأمس وقلنا هي تشكيلة كانت بينها لأن حتى الدخول تعب الخيطر كان متوقع كان متوقع لكن شفنا التغيير في الشوطة الثاني أعطى تيماره أكثر أعطى تيماره لأن الفريق في تعزين بابو يتعب من ناحية البدنية ودخل اللعب مفتاح من اللعب مفتاح عنده خبرة وعرف كيفاش يغلق كم يقول لك الجهة اليمنى ونظن حتى مفتاح كم يقول لك كان الدور تاوي إيجابي حقيقة ولكن بالخيطر احنا ما نقولوش لبليد المباراة سيئة ولكن ما كانش في اليوم انتها لأننا شفناه في المباراة الودية ضد موريطانيا ونعرفوه لعب مميز وعنده إمكانيات كبيرة وفيه تانية لعبين كما اليوم لبرز هو رامي بن سبعين اللي كان في المستوى وحتى مبولحي لو لا مبولحي أنا نقول لك اليوم لو كانت تكون خسارة تقيلة نخفيه يعني الدور دياله وسجل هدفين نعم حقيقة محرز أتبت نفسه بأنه أحسن لعب إفريقي لأن أول مباراة بتاعه في هاد نهائية كاسي فريقيا سجل هدفين وهدفين كانوا كم يقول لك المصير تاع الفريق تاعنا أنا نظن حتى لو تعادل اليوم أنا نقول له بطعم الهزيمة لأن كنا لازم وكنا كم يقول لك مجبارين باش نفوزوا بهذا المباراة الأولى باش يكون عدنا كم يقول لك التقة في النفس وتكون عدنا كم يقول لك الوقت الكافي خاصة من ناحية البدنية ومن ناحية النفسية ومن ناحية الدهنية باش نحضر مباراة زهرنا تحدث أيضا عن الفعالية الهجومية في الشوط الأول كانت غائبة شفنا المهاجمين يعني سليماني ما عادة بعد الكورات يعني ما كانواش يوصلوا كورات كتير حقيقة هذا هو المشكلة المشكلة في الشوط الأول وين احنا متخلناش في المباراة نقول لك شوف أنا الحمد لله كما يقول لك عدنا شوية خبرة في إفريقيا وحتى حسين كان يسافر معنا كتير وعنده شوية كما يقول لك معلومات عندما تلعب في رطوبة والحرارة اللعبين يخطنقوا استدرين ما يكونش عنده كما يقول لك ما يخطرش يتنفس كما النفس العادي كما يلعب في مباراة في الجزائر أو في أوروبا على سبيل المثال أنا نظن هذا هو المشكلة اللازم كان على دور التاقم الفني والموسع خاصة منصوري وخاصة الأخر بقرة ليعدهم خبرة في إفريقيا يعطوا تعليمات للعبين ويقولوا لهم ما نجريوش بالكورة وما نديروش هده كما يقول لك المسافات الطاويلة بدون يعني زهر تشوف باللي هاد الأخطاء ماهش حين يكونوا في المباراة الثانية حين يحضروا نفسهم جيدا لكل هاد الدورة أنا ولازم ندرنا هاد الأخطاء نفسها في المباراة الثانية راي تكون كاريتا لأننا هتلعب مع فرق ما راحش تسمحلك ما راحش تخليك ما راحش تخليك مساحات ما راحش تخليك تلعب الكورة التاعك الجزائرية يعرفوا محرز يعرفوا كل اللعبين تعنا أنا نظن هاد المباراة التاع اليوم راه هي كما يقول لك مباراة في النسيان لازم ننساوها لأن لو كان قعد نخمم فيها راح ما ندخلش في المباراة الثانية والثالثة زيد نقول لك شيء مهم جدا هاد المباراة لازم نستخلص منها دروس واشن هي دروس الأخطاء اللي درناها خاصة في الشرطة الأول ونلعبنا الكورات الطويلة والكرات البعيدة والكرات حتى سليماني ما كانش لحقه ولا كورة في الشرطة الأول ولحقاته ولا كورة ما فيش تمريرات صغيرة ما طلعناش بالكورة كما عنا هديك الكورة الجزائرية ونحنا نعرفوا كيفاش نسيطروا على حتى الاستحواذ نشوف استحواذ الكورة في الخمسة وعشرين دقيقة الأولى خمسة وثلاثين بالمئة للجزائر وخمسة وستين بالمئة لزيمبابوي وخلاص في الشرطة الأول خمسين خمسين أن ننظم هذه الأمور لازم يراجحها الناخب الوطني إذن حسين اللمسة المدرب في الشرطة الثانية على ما يبدو كانت واضحة يعني كيف تقيم المدرب في مباراة اليوم نشوف أنا قبلنا هذا المدرب نروح للقضية تحت تشكيلة تحت منتخبنا قضية تحت بالخيثر يعني أنا نقول لك باش تشرك لاعب رغم الإمكانيات الكبيرة اللي يظهرها في مقابلة موريطانيا يعني باش تشركوا في أول مقابلة رسمية بهذه الطريقة يعني مقامرة يعني شي صعيب لأننا شفنا اليوم كيفاش الزوج أهداف الهدف الأول كان غلطاً تاعه والهدف الثاني كان ضرب الجازة هو اللي يتسبن فيها يعني صح قلنا شفناه مع موريطانيا وإن كان مع موريطانيا يعني موش تعليط قيم مستوى تاع لاعب لاعب دولي يعني بصيفة كيفاش نقوله يعني بصيفة كبيرة يعني ولكن ننظر باللي الباقية كما هدر الجلو كما القضية تاع البن سبعيني اللي يربحنا اللاعب ممتاز جداً ولو نروحوا يعني الحراسة المرمى يعني نبول حي يعني نفس الشي بالنسبة للقضية تاع الشوط الثاني في الشوط الثاني أنا ننظر بأن منتخب زنبابوي أولاً رحوا المنتخب زنبابوي يعني الطريقة تاع الشوط الثاني أولاً كان ينزوج عوامل اللي يخلوه يلعب ذلك الطريقة أولاً كان متفوق في النتيجة ورسمياً لو تلقوا تعليمات باش يحافظوا عن نتيجة وثانياً أنا نظر التحضير البدني منتخب زنبابوي ناقصين علينا حتى الإمكانيات اللي وفرتها احنا الاتحادية الجزائرية سعمت كثير في تألق المتخب الوطني احنا أحسن منهم في التحضير البدني لأن اللاعبين توعنا في الشوط الثاني لكن هذا شي ما بناش يعني في الشوط الأول شفنا المتخب الوطني شفنا عناصر بدأت تتعب بدأت تعب ويبدو على وجه اللاعبين منتخب زنبابوي في الشوط الأول تخل كما نقولو يعني الكل في الكل تخل باش يدير نتيجة رغم أنه تلقى هدف ومع ذلك دخلوا باش يديروا نتيجة وكانوا يلعبوا بصرعة كبيرة وبذلوا مجهود كبيرة هذا المجهود اللي بذلوه بزاف هو اللي خلهم في الشوط الثاني ربما يتراجعوا صح يحاولوا يحافظوا عن نتيجة ولكن الجهد الكبير اللي بذلوا في الشوط الأول خلهم يتراجعوا وزيد من نتنسى أنهم داروا أول تغيير الطيراري في الدقيقة 11 تعلق المقابلة يعني كان خرج لهم لعب ما كنا نعرفوا خرجوا تلقر ما كنا نستمر في المقابلة ما كنا نشرحين أننا نعرفوا هذا اللاعب وش كان وش كان راح يدير في المقابلة يعني باش خرج لهم لعب الطيراري نظن يعني الاداء منتخبنا في الشوط الثاني هذه المرة الثانية يعني لو شفتم مقابلة تلقى موريطانيا نفس الشيء مقابلة الولى اللي لعبنا في تشاكر نفس الشيء في الشوطة الأول ما عرفناش المنتخب بتاعنا وكنا بنهزمين بهدف مقابل السفر وفي الشوطة الثانية المنتخب عاد يعني نفس الشيء اللي شفناه مقابل الودية أما موريطانيا إذن حسين أما بنسبة السؤالي بنسبة للمدرب كيف تقيم المدرب في أول موبارات لا هو المدرب لكيس معروف يعني في الشوطة الثانية اللمسة تعوي يعني تكون واضحة أنا نظن اليوم يعني يوفق في التعليمات اللي مدهل اللعبين تعوي بين الشوطين أنا نظن كان موفق فيها إلى حد ما زهير هالتشاطر الرأي بنسبة للمدرب يعني سبق لك وعملت مع المنتخب الوطني كيف شفت أرضة فاعل خاصة في الشوطة الثاني لما كان الفريق الوطني منهزم كيف تصرف المدرب كيف تقيم الدور تعوي اليوم هو التقييم احنا ما نجينا لش باش نقيم المدرب ولكن احنا نديرو تقييم شامل على المنتخب بتاعنا على الأداء تعوي من ناحية الدفاعية والهجومية ومن ناحية الفرضية والجماعية للعبين تعنا لأن المباراة اليوم كنا لازم نربحوا هذه المباراة لنك أنا نقول لك احنا كنا تفادينا الخسارة لنك مباراة هذه ما نقولوش مباراة جيدة أو مباراة في المستوى مباراة كم يقول لك تعادل على طعم الهزيمة تقييم ما راح يكون سلبي لأن مباراة اللي يبقاوا ما راح يكونوا سهلين المنتخبتانا حقيقة ضغطه هيزيد زوار الضغطه هيزيد والتعب هيزيد وخاصة كم يقول لك اللعبين راح يخضوا مبارايات كم يقول لك راح يكون تعب التعب تاع المباراة تاع اليوم والتعب الدهني أنا نقول لك اليوم في الشوطر الأول حقيقة الناس تتكلم عن التعب أو التحضير البدني أنا ما أقول لك لأن الرطوبة هي اللي خلات اللعبين تاعنا يتصرفوا بهذا الأسلوب بهذا المستوى فالشوطة الثانية حقيقة داركنا الأمور كم يقول لك تغيير تعب مفتاح معابل خيتر غطة كم يقول لك جابة تيبارها يعني تغييرك المجرب ولكن حنا عملنا كم يقول لك ضغط زائد وكل لعب دار مجهود زائد باش حنا ضغطنا على الفريق الخصم اللي خليناه يولي للوراء ويدافع وحنا نعرفه في كورة القدم عندما فريقي يولي للوراء ويقعد يدافع راح يتلقى أهدافه زهير هل يذكرك هذا يعني في سيناريو 2010 لما نهزم المنتخب الوطني في أول مباراة أمام مالاوي ثم تداركتهم الأمر يعني نحن عندما خسرنا مع مالاوي كم يقول لك تلقينا نفس المشكلة لأن اللعبين كلهم كانوا كم يقول لك ما قدرواش يتنفسوا ما قدرواش كم يقول لك لأن كانوا عندنا كتير ملاعبين لأول مرة يروحوا لإفريقيا الأدغال إفريقيا وكانت الحرارة وحتى الملعب كان مغلق مغلق حتى الفوق ليخلى اللعبين يختنقوا في المباراة الثانية ضد مالي كيف كانت تعليمات المدرب؟ شوف تعليمات كانت كم يقول لك ببساطة ما تجروش بالكورة وعرفوا تمشي بالكورة وما تديروش مجهود زائد هدا هي التعليمات اللي كنا قادرين اليوم نعطيوها للعبين تاليوم المجهود الزائد احنا شفنا شفت المباراة مع حسين سوداني بدأ يضيع يعني عندما نبدأنا كورة طويلة السليماني هو واحد وسليماني وش يدير يبدأ يجري بدون كورة وليقتع وكلها تروح حتى ولو عندما المدافع تعزينبابوي يمد الكورة الحارس تاعو سليماني يروح يجري للحارس هاد الامور كلها ملازم تكون حتى سليماني كمل المباراة بصعوبة شفاء التعب كان بادي حتى الشوطة تاني يضيع الكثير من أفر سليماني أنا نعطيك واحد اخر كما يقول لك كان وضوح مثل وضوح شمس هو قديونها شحان من الكورة مدها للخصم شحان من الكورة مدها كما يقول لك يتعطر شحان من لك هذا من يجي يجي من التعب وعندما يكون التعب ما يكونش تركيز فوق الميدان ولهذا نقول كل اللعبين حقيقة في الشوطة تاني كان تغيير كان تغيير خاصة من ناحية تاكتيكية من ناحية الهجومية اللي جام التمار تحها وسجلنا الهدف التعادل ولكن الامور كان غلطات كثيرة وكان كم يقول لك اخطاء كثيرة خاصة في وسط الميدان اللي لازم نداركها في المباراة المقبلة باش الفاريخ تعنا لازم يفوز لانه لو منفوز المباراة المقبلة راح تكون كاريتا اذا حسين باختصار فقط يعني الشوطة التانية رغم ان المنتخب الوطني عودوا الله في النتيجة لكن عجز تسجيل الا هدف واحد يعني سليماني ضيع كثير من الفرص في الشوطة التانية يعني سليماني ضيع صح ولكن لو جيتشوف يعني احصائيات اللي كانت بعد نهاية المباراة سليماني لمس الكورة 23 مرة بينما لو شوفوا إبراهيم إبراهيم لمس الكورة 67 مرة هتشوف يعني الفارق هو كأراص حربة كان نوعا متائه تشوف مثلا محرز المس الكورة 47 مرة يعني كان أنا شوف لي إبراهيمي كان اللعب متركز عليه بزاف كانوا كورات بزاف يوصلوا كانوا كورات بزاف ولكن الكورات لما يكون مثلا سليماني في الانتظار ولا باش يستقبل كورات ما كانوا وش يصلوا سليماني كورات هل التعب هو يعني التعب هو اللي خلاه حتى شوف نام يدخل في منطقة الجزاء يعني باش يسدد كورة في المرمة الكورة تتعود تكون ضعيفة يعني بذل وجهه كبير أنا نظن يعني هو التغييرات يعني التغييرات اللي دارها المدرب أنه دارزوش تغييرات فقط في تسعين دقيقة أنا نظن باللي إبراهيمي كان تعب كثير ويعني الله أعلم يعني أنا نشوف له كان التغيير اللي داره تعدخل غازال أنا نظن باللي في اللحظات الأخيرة على الأقل عشر قائق الأخيرة كان ممكن يعطي فرصة لهني يعني شوفنا هني وإحنا كنا ندخله بزاف في منطقة العملية أنا نظن يعني لو كان كان هني ربما يكون فيه جديد إذن بالمناسبة باختصار فقط ظهر شكو كنت شفت اليوم رجل المباراة والله باختصار قبل ونرجع لك هذا السؤال احنا المشكلة هنا اليوم احنا تكلمنا عليها قبل من قبل هو الفرضيات احنا عدنا لعبين من ناحية الفرضية كم يقول كي لعبوا كورة جميلة ولكن اليوم كان خاصنا اللعب الجماعي لعب الجماعي ما كانش اليوم لأن السيبوسا اللي شفنا اليوم براهيمي تعب وشفنا قديورة تعب وشفنا معرز تعب وسليماني ما لحقوه كورة تلحقوه 27 كورة أو 23 كورة اذا زهر زهر لو تسمح فقط فاصل قصير مشاهدين الكرام ابقوا معنا بعد الفاصل سنواصل عودة مجددة مشاهدين الكرام الى الجزء الثاني من برنامج فوت بلوس وحديثنا متواصل عن اول مباراة للمنتخب الوطني زهر نعود نقول لك من برأيك رجل المباراة كان اليوم الله بدون منازعات نضمن بولحي كان رجل المباراة لانه لو لا هذا الحارس لكنا تلقينا اكتر من ثلاث اهداف يعني هو ليس هم باشتفى دينا هذا بلا من نقص من القيمة تاع اللاعبين الاخرين محرز لسجل هدفين وحتى رامي بن سبعين اللي كان في المستوى اليوم انا نظن هاد اللاعبين كانوا كده ظهر حول هاد الحارس واش تقول عليه عنده مدة ما شاركش في مباراة رسمية على ما اظن سانة ونصف اليوم يقدم مرضو درائع والله وش حابا نقول لك هاد هي كورت القادم كما نقول لك ليزال ياجو فوتبول طنك انت تحب تفهم شكاين في الكورت القادم كما نقول لك سيتنان سبور تري كمبلكس يعني افضل رد لكل منتاقيده زوهر قد ما تقدر تحاول تفهم ما تفهمش لانه هاد الفوتبول يكامسا قد ما تحب ما سيباز نسانسي حتى بالنسبة لللاعب كما قلت لك يعني افضل رد كان له حتى هو بمشاركة تاو وبهذا المرضود تاو حبيبيا للشعب الجزائري حبيبيا نفسه ليبلي هو مكان تاو في فريق كبير ونحن نظن ليبلي رو وقع مع فريق فرنسي وان شاء الله نتمنى وله إلا توفيق نتمنى وله النجاح مع فريق ومع المنتخب الوطني حسين حسب رأيك شكون كان رجل مباراة اليوم أنا شاطر الأخ زوهير رجل مقابلة أولا هدفين سيرار بشي يكون عندنا لاعب بيسجل هدفين في مقابلة من هذا المستوى وثانيا كما قال رئيس المبو الحي اللي ينفكرنا في المقابلة ألمانيا وين كان خرج هو أحسن أحسن لاعب في المقابلة بقيت يعني المبو الحي لماذا يعني المبو الحي بدون فريق وفي مقابلات كبيرة كما هذه يكون متألق أنا نظن باللي يعني التحضير عن المبو الحي لباز يعني يخدم من صغره مبو الحي يعني يخدم عند مدربين في المستوى لأنه لحرس المرمى الخدمة حرس المرمى ما هيش خدمة تاع أي لعب هكذا نظن باللي الشي اللي خدمه في صغره وتدرج يعني في مختلف الأصناف حتى الحق اللي هنا هذا الخدمة هي اللي يستفاد منها حتى حرس المرمى ما عادت يقدم في السن يعني تزيد القدرة هو الآن هو الآن صح ما رحش يلعب في فريق ولكن يكفيه بارزم تربص مثلا تربص تعشهار ولا باش يعاودي ولي نفس الشي سرى لقبل المنديال كنا خايفين منه لأنه حتى في تصفية المنديال 2014 لما لعبنا مع بوركي نافاس وكان نرتكب أخطار في بوركي نافاس مقابلة العودة ملعبش يعني كنا خايفين منه المدربة نذك أشرك زماموش ولكن من بعد دار تحضيرات في المستوى في المنديال كان يعني انفاجر وظهر إمكانيات كبيرة أنا نظن اليوم كما قال الأخ زوهير نشاطره الرأي أنه محرز بولحي وكان لعب مثل بن سبعيني يعني اليوم عرفنا باللي استفدنا من فريق من لعب اللي راح يكون له شأن كبير وراح للمفريق الوطني يستفد منه كثير في السنوات القادمة زوهير بالإضافة إلى بولحي كون اللاعبين أيضا اللي شتهم اليوم برزوا في مباراة نو يعني قلت لك اللاعبين كانوا كما يقول لك في المستوانة خاصة رابع بالسبعيني اللي يذكرني في حليش عندما احنا كنا لرأس المنتخب يعني وكنت قلتها هادي فيما قبل قلتها في الماضي في هذا في هذا البلاتو يذكرني بحليش كي كان الشاب وصغير وجاي كما يقول لك المنتخب وتكلمنا معاه وقلنا راح تكون أنت هو القائد تعال منتخب في السنوات المقبلة والحمد لله حتى اليوم نقول لك على بن سبعيني راح يكون عنده شأن شأن كبير لأنك شفنا يعرف القراءة اللعب ويعرف خرج بالكورة ويعرف يتكلم مع زملتا وحتى شفنا حتى من جهة الهجومية الكورنار الواحد هو لضرب الرأسية وضربة في العارض المتخب أنا نظن لعب يلعب أول مرة مع الفريق ويلعب بدون مركب نقص ويلعب كما يقولك الدكاء ويلعب قوة الدهن أنا نظن إن شاء الله راح يكون عنده شأن كبير زهير بالنسبة اللعب الاسترجاع كيف تقيم الأداءهم اليوم وهل كان ظاهر غياب اللعب طايدر والله هدا هو المشكلة المشكلة هو في اللعب بالاسترجاع أنا نظن لابيغ بن طالب وقد يورا كان فيه تدبدب كان فيه تدبدب خاصة من ناحية لغولانس دون كنتايا عندما تنحي كورة الكورة للخصم وتعود مدها للخصم ولا تعود تمدير كورة طويلة وتمدها للخصم أنا نظن هناك هين خالة الكبير لأن اليوم راح نلعب في المستوى العالي نلعب في نهايات كاس إفريقيا ونهايات كاس إفريقيا راحي في متابة نهائيات كاس العالم نظن كل الناس راح يتشوف في هاد النهائيات وعندما تلعب بهذا الصفة نظن عندنا مشكل كبير لأن وسط الميدان هو قلب النابض للفريق لونك لو ممشالكش اليوم وسط الميدان وخاصة وسط الميدان استرجاعي وخاصة عندما يكون إبراهيم يلعب بالمفرده استطيع كلما تكون عنده كورة يدير كم يقول لك إذن هل تتوقع بلي هاد لاعبين في المباراية المقبلة حين ينسجموا هاد اللاعبين معا أم لازم يعني تغير لازم يكون انضباط طاكتيكي لازم يكون لازم لعبين هادو وكل اللعبين وخاصة اللعبين تح الوسط لازم يكون انضباط طاكتيكي لازم يستمعوا دائما التعليمات تح المدرب من ناحية الدفاعية من ناحية الهجومية من ناحية الاسترجاع كما يقول لك هذه الأمور كلها لازم اللعبين يكونوا في المستوى ولو ما كانش واحد منهم ما يمشيش كما يقول لك كما رقاص تاع الساعة لاح تكون خلل ولهذا نقول بلاك رح يكون فيه تغييرات في وسط الميدان باش يكون كما يقول لك نعطوه هادك كما يقول لك لبلوس سورة سو لبلان اوفنسيف نحية الهجومية باش الكرة تتاعتنا توصل المحرز وتوصل السليماني وتوصل تانية السوداني لانا انا نظن عن ما يكونوا عندك لعبين في الهجوم في هاد المستوى وما تحقلهمش كورات في المستوى كما يقول لك راكاليتي دلاباس ما تكونش في المستوى نظن احنا مره 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 لانا المباراة المقبلة رح نلعبوها ضد فريق يعرف يلعب الكورة ويعرف اللعبين تعنا لان احنا لو كان ما نسجلوش وما تكونش تمريرات في المستوى وما نعرفوش كيف سنسيلو هاد المباراة من كل جوانب نفوزو عليها حتى مباراة دربي يعني التركيز يعني يكون مطلوب جدا هل تشاطروا الرأي حوسين بالضبط بالضبط ووش رايتكلم خاصة بالنسبة لغياب سافير طايدر نعم سافير طايدر يعني احبابنا امكار هنا سافير طايدر خلنا فراغ كبير لانه اللعب اللي عنده خبرة اللي اللعب مدة طويلة بالفريق الوطني تقريبا ربعين مقابلة دولية اليوم يعني باشتفقدوا بات طريقة ونزيد يعني اللعب اللي عوضوا انه كان غايب على الفريق الوطني قديرها مدة طويلة هو غايب على الفريق الوطني يعني ما كانش تقدر تقول هذا المجموعة ملعبش معهم كثير يعني كان من الصعب لقضية تحت تنسيق بين الخطوط الثلاثة اليوم ما كانش يعني ناقص بزر كان غائب التنسيق بين الخطوط بالخيثر يحكم الكورة يوجهها مباشرة للهجوم كان صح كان وجود التعقديورة مع ابن طالب كان ظهر الغياب تايدر أنه خلى فراغ في وسط الميدان هل توقع حين يكونوا تغييرات خلال المباراة التانية؟ تغييرات يعني احنا ما عندناش خيارات كبيرة في وسط الميدان لأن لو كان عندنا مثلا أسماء اللي بارزة يعني في وسط الميدان لأننا اليوم كان المدرب اليوم يوظفهم ما كانش يعني يستنى حتى المقابلة الثانية أو الثالثة أنا نظن قضية تعل الاسترجاع كما كان يقول ظهر قضية تعل الاسترجاع تعل لأن اللعبين تعبوا كثير اليوم يلزم يكون عندهم يعني راحة باش يخذوا قصد كبير من الراحة الاسترجاع باش يكونوا موجدين للمقابلة الثانية إذن حسين تعطر اليوم خيب آراء أيضا الجمهور الجزائري نتابع تصريحات الجمهور الجزائري ما بعد المباراة موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 أمام المنتخب البلد المنظم وهنا يعني تشوف بأن كل المنتخبات دائرين في حسابهم بأن المقابلة الأولى في الدورة يعني النتيجة تحى مهمة ومهمة جدا يعني النتيجة مصيرية يعني التعثر الهزيمة معندها 50% ركب مقصى شفنا تعادلات كثير يعني في الدورة هذه مع البيتر تعادلات يعني تعادلات ولكن شفنا الأداء والإرادة اللي دخلوا بها الفرق هذا شفنا يعني مقابلة على الكامرون مع بوركي نافاسو كان أداء خرق العادة يعني للمزوج فيرق شفنا أيضا يعني غيني أبيساو الفريق المجهول لأول مرة يشارك في هذه الدورة باش يلوح يعني يدير تعادل مع القابوم بالبلد المنظم وبالبليستار بالنجوم يعني يدل على تقارب المستويات بالنسبة للمنتخبات الإفريقية حتى المنتخبات اللي كانت صغيرة يعني ولات الآن تخلق مشاكل بالنسبة للمنتخبات الأفريقية شوفنا وش رأي قلت لك يعني المنتخبات هذه كاملة تعرف بأن الفوز المقابلة الأولى معنتها 50% رك متأهل الإنهيزام معنتها 50% رك مقصة يعني ما بقى لكش على هذا يعني شوفوا الأداء أداء كان مميز اليوم ما نشوفوش حنا زينبابوي زينبابوي لأنهم أولا زينبابوي دار في بالو رح يلعب مع منتخب جزائري منتخب منتخب موندياني لما تكون رح تلعب مع منتخب مجهول أو مجهاري كما يقالوا يعني الأداء موش رح يكون كما تلعب مع منتخب كبير على ذيك هما الدخلوا اليوم يعني إذا الدخلوا مدوا قعوش عندهم ربما رحين نشوفوهم في المقابلة اللي جايين زينبابوي نتفاجأوا نقولوا موش هذا هو منتخب زينبابوي اللي لعب مع المنتخب الجزائري سهير الكرة الإفريقية طورت كثير وصبحنا يعني مكاش منتخب صغير الكل يعني يخلق مشاكل بالنسبة لمنتخبات الكبيرة وهذه قلناها عدة مرات عدة مرات تكلمنا عليها وأكدنا عليها واليوم دليل لها وفوق الميدان عندما تشوف أنت زينبابوي تلعب بهذا الأداء والفرضيات اللي عندها وتلعب بدون مركب نقص ضد فريق كبير وكان يفوز يعني وكان قادر يفوز بنتيجة تقيلة لو لم بلحي ولولا كم يقول لك في الشوطر الثاني كم يقول لك رجعنا الحسابات تعنا وعرفنا كيفاش نسجل الهدف تعادل ولكننا ننظم اليوم مكاش فريق صغير في إفريقيا ومكاش فريق كبير في إفريقيا الفريق اللي يعرف يحضر والفريق اللي يعرف يدرس الأجواء تع إفريقيا ليعرف يسير الطاقة تعه في مدة تسعين دقيقة هو اللي راح يفوز لأن المشكلة وراه المشكلة هو وراه في الخطة التاكتيكية كم يقول لك في الانضباط التاكتيكي اللي يعطيها التعليمات اللي يعطيهم المدرب اللعبين تعه وتشوف كل هاتشي فق الميدان ولو ما كانش تعليمات ما تطبقش مئة بالمئة نظن راح يفريق صغير يربع فريق كبير بكل سهولة حسين نعود نقول لتصريحات جورج ليكازمة بعد المباراة المدرب قال لم ندخل جيدا في المباراة خلال الشوطة الأول وأضاف الحاكم حرامنا من ركلة جزاء شوف الحاكم ركلة جزاء هو يقصد تعمى حرز على ما أعتقد أكيد أكيد يقصد تعمى شوف ضربة جزاء تتعرف جيدا تحكيمي كيف تقيم تحكيم اليوم التحكيم اليوم أنا شفت يعني كان زوج مخالفات كان من المفروض كان يمد فيهم إنذار كان المخالفة الأولى اللي وقعت في الدقيقة الثامنة لما اعتد اللاعب رقم 14 على إبراهيمي هذه كانت استحق من إنذار ما مدلوش إنذار وكان في اللحظات الأخيرة تعمى المقابلة لما كان قديورة يعني كان كوفري لابال يعني عباش تخرج ست أمتار اللاعب اللي كان جام وراه كان يعني ضربه يعني ضربة تعالي استحق عليها إنذار وربما احتطرد والغريب في الأمر أنه كانت أمام المساعد الثاني أبو باكر دونبويا اللي كانت اللقطة وقعت خدامه وما أشارش للحكم علاش الله أعلم ننظر في هذا الزوج لقاطات كان من المفروض حسين والي توضيح أكثر نربط الاتصال مع الحكم الدولي السابق جمال حمودي أهلا بك سيدي أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور وكذلك بمتطرد جيقانة البلد شكرا لك جمال حمودي إذا انتبعت المباراة تعثر مخيب للمنتخب الوطني كيف تقيم التحكم سيد جمال حمودي ولنظن حقيقة أن النتيجة غير مرضية ولكن هذا دائما بالأمس قلنا بأن المباراة الأولى دائما تكون صعبة على المنتخب الوطني إن شاء الله نتمنى أن هناك المباراة الثانية أو الثالثة تكون هناك متناول للمنتخب الوطني ورمال التأهل بالنسبة لتحكيم سيد جامع التحكيم اليوم في المباراة فانظر التحكيم كان في المستوى كان في المستوى لم يكن أخطأ لأطرط على ننتجة المباراة سير مباراة من الجانب البسيكولوجي وكذلك من الجانب الإنداري لأنه لم يخرج كثير الإندار وهذا الشيء الذي كان درسوه فيما يخص التربص الأول قبل الدورة بأنه لما يكون هناك إندارة كثيرة لازم يكون هناك التواصل مع اللاعبين لازم يكونوا يسيروا اللاعبين وخاصة في مجال الإندار والطرق أما فيما يخص البلقات البدني فكانت جيدة ما كانت هناك قرارات مؤثرة على ننتجة المباراة كانت هناك لقطة واحدة احتكال فيما بين رياض محرز وحارس المرمى الزيمبابوي ولكن احتكال كان عادي ما كانت هناك مخالفة أو ضربة الجازاء إذن سيد جامل ما رأيك في تصريح المدرب جورجلي كنز الذي قال أن الحاكم حرمنا من ركلة جازاء يتحدث عن لقظة تيارية ونحن نظن الشيء اللي نأكد عليه وأن اللقطة اللي كان فيها محرز مع حارس المرمى ما كانت هناك خطأ لأن الحارس ما لعبش اللاعب ولكن نلعب الكرة عادية وكانت احتياجة كده عادي نظن المباراة أننا ضربة الجازاء ما كانت هناك ضربة الجازاء التي لم يعني عن هذا الحاكم ثم نظن منطقيا الأداء الحاكم كان جيد شكرا لك سيد جمال حمودي كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك زهير جلول هل من إضافة حول التحكيم؟ أنا أقول اليوم الحاكم عارف كيفش يسير المباراة تعه بدك هو كما يقول لك حاكم كما يقول لك أنجلوساكسان عندهم تفكير وعندهم كما يقول لك حتى تخمام تحهم كما يقول لك يخلوا اللعب هما دائما أنك شفت كل الأخطاء جل الأخطاء ما صفرها لأنه يخلي اللعب من جهة تاع الجزائر أو من جهة تاع زمبابوي وما صفرش كتير الأخطاء وكما يقول لك عرف كيفش تسير المباراة أعطانا أخطاء اللي كنا قادرين سجلوهم تاع محرز في الشوطة الثانية من كانت في الخط الشوطة الأول شوطة الأول وإن في الخط تاع السطاش كنا قادرين سجلوه أهداف ولكن نحن ما عرفناش كيفش نستغلوا هذه الفورص أنا نظن إضافة فقط باختصار أنا نظن الشي اللي يتكلم عليها جمال حيمودي يعني التعليمات اللي تتمد للحكام وينيقولوهم في الدور الأول حاولوا ما تمدوش إنذارات بزاف أنا نظن هالتعليمات من المفروض ما تمدش للحكام لأن الحاكم لما تقولوا ما تمدش إنذارات بزاف في الدور الأول تأثر عليه يعني الإنذار وما يخرج البيطاقة تماما أنا نظن الحكام من المفروض يخلوهم يحكموا كما يعرفوا يعني خطأ يستحق إنذار يدي إنذار يستحق بيطاقة حمراء يدي بيطاقة حمراء شكرا لك حسين إذن مشاهدين الكرام نكتفي بهذا القدر بالنسبة لمنتخب الوطني لنتحدث عن باقي المباريات مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نواصل ابقوا معنا عودة المجددة مشاهدين الكرام إلى آخر جزء من برنامج فوت بلوس والذي سنخصصه للحديث عن ثاني مباراة من المجموعة الثانية التي جمعت بين المنتخب السينيغالي ومنتخب تونس المباراة انتهت بفوز المنتخب السينيغالي بهدفين لصفر زهر جلول إذن المنتخب السينيغالي بثلاث نقاط كيف أو ما رأيك في مستوى المباراة والله المباراة كان شيقة شفنا مستوى عالي الأداء كان مميز من الطرفين شفنا فريق سينيغالي في الشرط الأول ضغط وسجل هدفين في كرة تابتة أولى في دقيقة العشرة عند طريق ضرب الجزاء وتانية في ركنية برأسية محكمة السينيغاليين عملوا كما يقول لك الإسانسيال في هذا الشرط الأول وشرط الثاني شفنا استفاقة على الفريق التونسي وين ضغط على الفريق السينيغالي وضيع عدة عدة فرص ثانية لتسجيل نقول اليوم فريق التونسي عرف كيفاش يضغط على هذا الفريق ولكن نظن سينيغالي صمود التاعه تمركز التاعه وخاصة الدفاع الصلب التاعه لأنه كان تركز كتير وكان كما يقول لك تريكون سنتري في هذه المباراة ونظن هذا أول كما يقول لك فوز في هذه النهائيات كاس إفريقيا شفنا تلت مباراة كلها تعدلات كلها تعدلات وهذا أول فوز لسينيغال وأول يعني منتخب عنده تلت نقاط تلت نقاط وراح يصعب المأمور هالفريق التاني لأن اليوم سينيغال رأي تلت نقاط والفريق الجزائري بنقطة وزمبابوي بنقطة وتونس ما عندها ولا سفر نقطة لنك ستدخل بقوة ضد الفريق الجزائري وراح تعمل هذا هو شيء أكيد زوهر هذا سيعملوا كل المستحيل تحهم كما يقول لك في إطار قانون الرياضة على كل حال باش يفوزوا بالمباراة والجزائر ما عندهاش حتمية تانية إلا بالفوز لنك رح نشوف مباراة شيقة في المباراة التانية إن شاء الله إذن حسين سيناريو مغاير تماما لمباراة الأولى بين المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب زمبابوي تقدر تقول بأن منتخبنا اليوم نبول حين قضنا من الملحة زيمة والمنتخب السينيقالي تقدر تقول القريقري هو اللي ينقلهم لأنهما الفورص اللي ضيح المنتخب التونسي يعني صعيم باش ضيح فورص كما هذيك وتحت لهم عدة فورص كانت مقابلة كبيرة اللعبين بدلوا مجهودات كبار حتى شفنا يعني في العاشر دقائق الأخير الريتم تعلم مقابلة انزل كثير وهذا إن شاء الله رح يكون في مصلحة المنتخب إذن المباراة هذه يعطتنا صورة حقيقية عن المجموعة أو منافسي الخضر لحي لاقوهم في المباراة القادمة لا يعني المنتخب التونسي أنا كنت أتكلم في مقبل وقلت بأن المنتخب التونسي أولا الوانطاج اللي عنده أنه عنده 16 اللاعب يلعبوا في البطن المحلية وهذا التعداد هذا اللي خلاه باش يدير تحضيرات في المستوى تحضيرات تحضيرات المنتخب التونسي كانت نظر من أحسن تحضيرات المنتخبات المشاركة في الكال وهذا الشيء اللي يمكنه باش يدير اليوم باش نشوف المقابلة ونشوف المستوى الراقي يعني والتنظيم اللاعبين فوق أرضية الميدان وخلق الفرص يعني فرص كثيرة لأننا شوفنا منتخب السينيقال صح عنده لعبين عنده أدى مقابلة كبيرة ولكن يسجل هدفين عن طريق زوج كورات ثابتة أنا نظر يعني المجهودات هذه اللي بذلوها هذا الزوج في اليوم رح يكون عندها تأثير سلبي على الآن وهو بمثابة اندار المنتخب الوطني لا المنتخب الوطني احنا الآن يعني محكوم علينا بالفوز أمام تونس يعني محكوم علينا لأن الشوف هي النتيجة هذه التعليون هي يعني تخدم منتخب لو حسابينا نظر لتخدم منتخبنا لأن المنتخب السينيقالي لو رح يفوز على المنتخب زينبابوي في المقابلة الثانية أكيد يبقى المنتخب الوطني والمنتخب زينبابوي بنقطة نقطة ومنتخب تونسي بدون أي نقطة لا لا يعني لكان المنتخب السينيقالي في المقابلة الثانية فاز يعني يرى رح يضمن التأهل تعو رح يضمن التأهل تعو يعني المقابلة الثالثة ما وش رح يأخذها بأي انتبار يعني ما وش رح يدخلها بإمكانية ليدخلها لو انهزم اليوم بينما احنا يعني باش بنستنى المقابلة على السينيقال لا يلزمنا الآن الشي اللي يبقى أننا يلزم نفوز على تونس يلزم ندير نتجه على تونس على الأقل تعادل مع تونس لأن الهزمة صعبة شعبات تدخلنا في حسابات وصعبة يعني من قادر تروح للقولا فيراج إذن زهير كتقني تبعت المباراة ما هي أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف التي ميزتها من خلال المباراة خاصة بالنسبة لمنتخب تونسي لاح يكون يعني المنافس القادم للمنتخب الوطني الملاحظة اللي لحظتها في هذه المباراة هو الشي اللي عندهم هو ما وما عندنا شهنا هو اللعب الجماعي وكشفت هو قوة تحم وفي وسط الميدان أبرز نقاط القوة دياله نعم عنده كما نقول لك أشياء إيجابية عندهم أشياء سلبية لأنك الطاقم الفني وعلى رأسهم الناخب الوطني رح يديروا تحليل هذه المباراة ويستخلصوا أشياء كثيرة منها خاصة النقص كما نقول لك عندهم نقائص خاصة من ناحية دفاعية كشفت تسجل اليوم أهداف كما نقول لك ركنية ولاعب طلع واحد ومكاش ولا واحد سعد معاه وفي الهدف الأول كما نقول لك خطع فردي من طرف اللعب المدافع أنا نظن هذه الأشياء كلها في المستوى العالي نعمل ما يتفادواها لأننا نقدر نقول لك عندهم مشاكل وعندهم كما نقول لك نقص من ناحية الدفاعية أما من ناحية كما نقول لك وصل الميدان من ناحية الهجومية كشفت كانوا يهاجموا بأربعة خمسة ست لعبين في الهجوم حقيقة السينيغال فريق كبير وفريق كشفت يعرف كيفاش يسير مباراة من أولها إلى آخرها وتكلمنا عن المناق وتكلمنا على الرطوبة كشفت الفريق يكون تحضر وتكون عنده خبرة يعرف كيفاش يسير مباراة هو سجل هدف ما رتعكبش يعني هذه الأخطاء البسيطة هو سجل هدف في الشوط الأول في الشوط الثاني يخرج العناصر الممتازة ويدخل العناصر أخرى باش يعطي كما يقول لك الفرصة اللعبين آخرين يستجعوا القوة تتحم ويسير في المباراة وما يتقلقش وخرج بالكورات المرتدة شفنا السينيغال قادر يسجل أهداف تالت ورابع في عدة مرات ولكن ننظم اكتفى بهدفين والفريق التونسي كما يقول لك القوة التاع هو في المجموعة وعنده وسط ميدان في المستوى احنا لو كان نعرف ونقرأ قراءة جيدة لهذا الفريق ونعرف كيفاش نتوغل ونعرف كيفاش نقتحم هذا الدفاع اللي نقول احنا مراهوش دفاع قوي نقدر نفوز عليها زهير يعني اسمح لي فقط حتى بالنسبة لنقاط قوة وضعف المنتخب تونسي نظن انه جورج ليكنز يعرفها جيدا هذا شيء تاني هذا شيء يقدر يعرف الفريق حتى هما يعرف كيفاش يخمم هذا الناخب ويعرف كيفاش الخطة تاعه لي يعتمد بها وليكنز كم يقول يعرف الفريق ولكن نظن هذا شيء ما نقدرش نعطله قيمة اكتر من اللازم لانه اليوم كان مدرب جديد على رأس المنتخب التونسي وراح يجي فلسفة جديدة وراح يجيب بأشياء بفكر جديد نظن هذه الأمور كلها رح تحسن فوق البيصات الأخضر ليبقى الأكيد أنه مباراة الدربية حتكون خاصة بنسبة المنتخبين حسين يعني كيف تقيم التحكيم في هذه المباراة التحكيم هو التحكم اليوم الكامروني حاكم معروف يعني وشارك في مونديال البرازيل عنده عدة مشاركات في نيات كسفرق للأمم يعني حتى تشوفوا في المقابلة يعني كيكون يجري في أرضية الميدان يجري أرياحية تامة يعني ولكن ننعب عليه أنه في اللحظات الأخيرة حرم المنتخبات التونسية من ضرب الجزاء لأنه كان فيه مسك كان زوج لعبين على اللعب وكان فيه مسك ننظر للعب الثاني هل حتى الهدف الذي سجله المنتخب سينيقالي هل كان عليه غبار هذا الهدف لا هدف عادي يعني اللعب جامل بعيد وصعد بالرأس وسجله هدف لا عادي جدا من حسن حظه أنه نظن المساعد الأول تع ونظن كامرون أيضا بالنسبة لهدف المتخب التونسي الذي ألغي بداعي تسلل لا لأنه المهمة على المساعد الثاني المساعد الثاني نشوف لأن لما نتكلم الخطأ أنتعنا قبل ما يكون خطأ تحكيم أننا ديما نتكلم عن الحكم نقول الحكم يعني الحكم مجدر في المقابلة بينما المقابلة يسيرها رباعي تحكيم رباعي لأن يبقى تحكيم حسين صح يبقى تحكيم ولكن الحكم لما يكون عنده زوج مساعدين يعني في المستوى لأن أنا كنت نشوف في المساعد هذا الحكم كامروني أيضا عنده مستوى كبير يعني مش كمال المساعدة الثانية المهم الأخطاء تكون تكون يعني الأخطاء تكون أخطاء لما تكون مقصودة أكيد لا لا لنظن بأن الحاكم الرئيسي خصوصا في التسلولات يعتمد كثير على المساعدين إذا المساعد قال له كائن تسلل كائن إذا ما قال له ما كاش تسلل شكرا لك حسين زهير من كلمة آخيرة الله نقول لازم نستخلص دروس من هذه المباراة اليوم خاصة الفريق تأتي بوجه ما كناش نسن فيه الجمهور الجزائري لو يسن في هذا الفريق خاصة مع الفريق التونسي ونشفنا اليوم الفريق التونسي قادرين نفوز عليه بكل ارتياح وليس بكل سهولة ولكن عندنا فريق لعبين لو نحو الفرضيات ونعتمد على اللعب الجماعي والتمريرات الصغيرة ونروح للهجوم نضر مستخلص دروس يعني مباراة الأولى يعطيك صحة نحن نقدر نفوز بهذا المباراة ونحضر المباراة على سينيغال لما ستكون سهلة هي كذلك شكرا لك زهير شكرا لك حسين مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم موعدنا سيتجدد يوميا صهرة طيبة والسلام عليكم اشتركوا في القناة